خلينا نروح لموضوع تاني امبارح مدريات التضامن الاجتماعي في كل المحافظات المصرية أعلنت عن استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 20-23 حيستمر تلقي طلبات التقديم لحد يوم 5 يناير المقبل خلينا تعرف على التفاصيل شروط هذه المسابقة الأستاذة نرمين منصور مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة في وزارة التضامن الاجتماعي صباح الخير يا فاند وكل سنة وكل أم بألف خير يا رب ان شاء الله أهلا بحضرتك نهاردة لو في أم مثالية وعايزين نكرمها هل أولادها هم اللي بيقدموا لها ولا هي اللي بتقدم ولا الشروط بتبقى عاملة ازاي علشان يتم الاحتفاء بهذه الأم أولا أنا بس عايزة أأكد أن الوزارة هنا بتأكد أن الاحتفال بعيد الأم يقرب بشكل متميز جدا عشان كده احنا بدقين من شهر 12 فبالتالي عشان تأديرها لجهود المرأة المصرية بصفة عامة والأم المصرية بصفة خصة كرمز من رموز التضحية والأعطاء في وبناء على ذلك فعلا وجهت معالي الوزيرة بفعل حباب التقدم للترشح في المسابقة المركزية للأم المثالية على عام 23 ده كان من يومي السلساء 16-22 حتى الخميس 5-1-23 عظيم احنا هنا بنستهدف الأم المثالية على مستوى 27 محافظة يعني أم المثالية من كل محافظة يعني هيكون عندنا أم المثالية على كل محافظة عندنا أم بديلة عندنا أم من زاوي الأعاقة سواء كانت سامعية أو بصرية أو حركية لكن قدرت أنها تنجح بأسرتها وتأصلها لبر الأمان عندنا أم الإبن من زاوي الأعاقة متميز في إحدى المجالات سواء كانت الرائدية أو الفنية أو العلمية عندنا أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية اللي هم كريم النسب عندنا كمان أم حاصلة على مشروع من مشروعات التنكيل الاقتصادي وقدرت أنها تبصل أسرتها لبر الأمان برضو عندنا كمان رائدة اجتماعية متميزة في العمل الاجتماعي إزاي يتم التقديم؟ مين اللي بيقدم؟ لا أعين كانت الأم أو الأولاد أو أحد أفراد أسرتها حاب أنهم يقدموا مش أي مشاكل خلي بالحظ ذلك أننا كمان هنا النهاردة إحنا السنة دي واخديني الأم البديلة الأم البديلة هنا بمعنى أنها أم سواء كانت كافلة لأطفال من كريم النسب قامت بتربية أولاد البيولوجين مع أولادها البيولوجين في أسرتها أو أم لم يضبط لها زباية كانت آنسة وقامت برعاية الأم لأولاد إخوتها أو زوجة القبد اللي قامت برعاية أبناء أسرت زوج أو الجدة اللي قامت برعاية الأحفاد فممكن قوي أي حد حاسس أن أمه عندها قصة كفاح وقصة نجاح يتقدر ويعايز يقرب يعني يتقدم المديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات الجمهورية إحنا عندنا طبعا شروط عندنا السن اللي يقل عن 50 عام الإنمام بالقراء والكتابة عندنا لا يزيد عدد الأطناء عن 3 أجماء إحنا بنستثني بس محافظات الحجود اللي هي شمال سيناء وجنوب سيناء وأصوار بديد ومرفع بيكون عدد الأطناء خمس أدناء نظرا لعادات والتقاليد لكن في نفس الوقت لازم يكون الأولاد على مستوى تعليمي عني جدا إيه اللي بتستفيد الأمة المثالية حال فوزها بها دي الجائزة لأ طبعا غير التقدير المادي التكريم من فخمة الرئيس الجمهورية ومن الدولة بيتم كمان طبعا تكريم مادي بالخفى للدروع والشهدات التكريم أي هل في جديد بتقدموا هذه المسابقة في هذا العام الجديد؟ إحنا زي ما قلت حضرت إحنا مستهدفين الأمهات على مستوى 27 محافظة بالإضافة إلى الفئة الجدداء وكمان مستهدفين كمان السنازي الأم اللي لها يعني تميز أو لها مثلا رئيس مجلس إدارة جماعية متميزة عندها نشاط اجتماعي متميز جدا في المجتمع عندنا لو في أم حاصلة على بطولة يضية معينة ومارسة حياتها بشرة طبعية جدا بالنسبة للأوراق المكتوبة للاستقديم للترشح إحنا طبعا قلنا أنه هو بيتقدم على طول لمدارات التضامن الاجتماعي في المدريات لازم يكون فيه عندنا إكرار قانوني من المرشحة أنها لا تمت بأي صلة لأي حد من وزارة التضامن الاجتماعي أو مدرية أو إدارة اجتماعية لازم يكون فيه بحث اجتماعي قصصي بينظهر فيه ظروف الحالة وكل الملابسات أو كل الحياة التي عاشتها من بداية حياتها عندنا وقد عائلة الأسرة يتأكد مستحة عزل الأبناء عايزين أو فيه شهادات إعاقة للأبناء سورة ياسيم الطلاق لو هي مطلقة ومعيلة لأسرتها أو سورة شهادة وفاة الزوج لو هي أرملة ومعيلة لأسرتها هل بيبقى فيه تكريم برضو لكل أم المثالية على مستوى كل المحافظة ولا على مستوى جمهورية لا على مستوى كل المحافظة بيبقى فيه أكتر من أم المثالية حوالي خمسة أمهات المثاليات لكنأحنا بنتكلم على الأم المثالية على مستوى كل الجمهوري بيكون 27 هم إحنا كمان هنا في الوزارة بنختار منهم من خلال لجنة في الوزارة بنختار ثلاث أمهات يوم على مستوى الجمهوري يعني من 27 بنختار الثلاث أمهات المثاليات على مستوى الجمهوري أ Earlier . تفاعل معنا أكثر؟ هو أكثر حالات بيتبقى دايما يعني اللجنة أو اللجنة بتتأثر بيها الحالات اللي بتكون فيها الأم فعلا مارسة دور الأب والأم في نفس الدور يعني كانت معلل أسرتها وربت أو لجنة لأعلى درجات العلمية سواء كانوا دكاترا أو سواء كانوا مهندس تاني أو كمان اللي مارسة دورها مع مراق لإنه؟ يبقى ليهم رعاية خاصة جداً فبيبقى توصلهم لمراحل أو لنماذج مشرفة في المجتمع وإن هم يكونوا أصحاب يعني تصودي أو علمي أو فني فبقى ده بيكون لهم تقدير يعني بيبقى لهم تقدير خاص من اللجنة معلش سؤالي مختلف شوية المرة دي ليه لازم شرط الإلمان بالقراءة والكتابة رغم من أفضل الأمهات المثاليات اللي يعني شفناهم على مدار التاريخ وعلموا وخرجوا أجيال ما كانوش بيعرفوا ما كانوش بيعرفوا يقلوا يكتبوا وماعتقدش نعاك تخالفيني في هذا الأمر لا هو بس على الأقل عندها المام بالكرة والكتابة يعني قدر تصل ولادها للمراحل تعلمية عالية يعني أن أمه ستبقى يعني ما فيش ما عندهاش أي فكرة لكن عندها القدرة على أنها توصل يعني المراكز المرموقة في المجتمع فهو ممكن بيعني ساعات لو اللجنة استشعرت أن فعلا الموضوع ده يعني هو بيبقى نوع من أنواع التقييمات الخاصة بنا إحنا كده في اللجنة لكن يمكن أن يتم التغاضي عنه أكيد طبعا أكيد أكيد كخصة مؤثرة قدامك في السرد القاضي ممكن أن يتم التغاضي عنه هاي الصحافة والإعلام بيتموا بهذا الأمر يا أستاذة إحنا كمان عندنا في الوزارة بنعمل أفلام وصائقية للأمهات الفائزات على مدار كل السنين بأن أكثر من سنتين بنوصق الأفلام الوصائقية وبننزل لجان تحقق لأكد منصحة البيانات الموجودة في السنرد القاضي بالإضافة إحنا يعني لما بيبقى خلاص يعني إن شاء الله هي دي الأمهات الفائزات معنا فبننزل نعمل كفريق أعمل إعداد إعلامي من الوزارة بننزل نعمل معهم لقاءات مع أسرهم وبنزل نعمل مع أسرهم إحنا بمشكورك يا فندم على كل هذه التفاصيل سيدا نرمين منصور مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة في وزارة التضامن الاجتماعي شكرا جزيلا لحضرتك